اليوم سوف نتعرف على طريقات وقيفية حل مشكل كود على تطبيقك الخاص واتساب ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على الضبط والإهدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا ثم ما عليك أن تقوم بفعله سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاصة بك في هذه القائمة سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق واتساب وبعدها سوف تقوم بالضغط على تطبيق واتساب نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق هنا تضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق ثم سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين في هذه القائمة الخاصة هنا تضغط على مسأل تخزين المواقع ثم نعرك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإطباء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديد التطبيق هل المشكلة